تتوجه أغلب أنظار المراقبين داخليا وخارجيا نحو الخطوات التي يتخذها رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني وما هو نسيج كابينته الوزارية وطيفها المحتمل وحسب أي رؤية استراتيجية وتكتيكية سينطلق الرئيس لا سيما في ظل حجم التحديات التي تكتنف مشروعه الذي لا يزال غامض المنح بسبب قصر المدة المقبلة وكثرة المطالب التي يصعب تحديد أولوياتها لأنها كثيرة ومتنوعة مراقبون رجحوا أن تتشكل الحكومة الجديدة وإن طال زمنها حتما من توافق مبدئي على الشخصيات التي ستكون ضمن تشكيلة الوزارة والوكالات والدرجات الخاصة لا سيما وأن الحكومة هي استحقاق انتخابي مؤكدين بذات الوقت أن المرحلة المنصرمة كانت درسا بليغا للجميع شعبا وأحزابا فيما تبقى أجواء الاستقرار الداخلي والإقليمي متلازمة حتمية لنجاح أي مشروع لبناء دولة مستقرة وكذلك قادرة على خدمة أبناء شعبها الذي لم يرى الاستقرار منذ عقود بسبب عوامل غير خافية على المتتبع اللبيب وفي المحصلة يبقى أبناء الشعب العراقي الذين اكتووا بنيران الماضي وتلكوا الحاضر يتلمسون أي خطوة إنقاذ قادمة ويدعمونها في تحقيق الأهداف المرجوة والاستعداد لانتخابات قادمة ربما ستكون انخلية من التزوير والتحايل مفتاح الحل الأكبر لبلد عليه أن يخرج من الاقتصاد الريعي الأحادي المصدر لبلد زراعي صناعي علمي ثقافي لكي نلتحق بركب العالم المتقدم وفق ثوابت واقية ما ضمنها الدستور فيما يبقى تحقيق ذلك أمرا ليس بالهيئ في ظل وجود أحزاب سياسية متمسكة بمصالحها ويبدو أنها غير مستعدة للتنازل بسهولة